السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الذين لديهم شيئا من العائلة وزارتهم من العائلة عندهم من الناس القراب له يعلمها قبضة تتخدمها على رأسها في إسبانيا سوف يبدأ تقيادها في صهر حداث سوف يبدأ تقيادها وصلوا لها الخوائرات المتحدة ويستخدمها على رأسها ويستخدمها على أولادها السرود المطلوبات السن من 25 إلى 45 سنة تكون معدلين الى 45 أو 45 أو 45 سنة و если تتزق من 35 سنة تتوفر على تزارة مهانية في العمل ومازال الفلاحي قطعة في إحدى جماعات القرارية التي تتعرضها سوف يكون هنا قريبا للأصدق مالذي إجراءات القرارية ليس قليلا للصالح تتمتع بشيحة جيدة تكون صحيحة لا تكون مريضة لا تكون عرضة لا تكون مهمة تكون بحالة جيدة وفي طبيعة العمل العمل في زاني ما تزال في الاحية فقد تصير ارتطل فريزات ولكين وبالنسبة للتزافين سيكون في المركز الفلاحي في البلاد النهار السبعة في سهل الحداث والخوت قريب لي شيء واحد وعند وليدات وعند الحالة العائلية وصلوا لها الخبار وغير خير للناس بغيرك الله الوثائق المطلوب نسخة من البطاقة الوطنية التعريف من الجهات تحمل الرقم الهاديف المرصحة يجب ان تكون البطاقة سارية سلاحية تحمل عنوانا بأحدى الجماعات التابعة ليقليم في قيب الصارح الاخوة البطاقة التعريف مصورة من جوز ويمل تحتهم نسخة من الدفتار العائلي بالنسبة للمرصحة التي لديها أبناء السفحة الخاصة بالأبوين والأبناء نسخة من الإثبات حالة العائلية في حالة توفره عقد زواج أو حكم طلاق ويمكنك من الجوزة تحمل ويمكنك من الجوزة ويمكنك من التعريف ويمكنك من المطلقة ضعه كبير من حزم 4 وتزارة سيكون في المركز الفلاحي وفي قيب الصالح وفي قيب الصالح سيذهب ويمكنك من المركز الاخوة الاخوة الانتقالية الى نودعكم الى اللقاء والتي تعرف شي وحده وصل الخبيرة وحكالي الحال ما فيها بس وصل الخبيرة يا الله الاخوة نلا يعمكم